ده بخصوص وليد سلمي طيب تعالوا نتكلم شوية على اللي هيحصل خلال الفترة الجاية جوال نادي الأهلي من قرارات ومن يعني أيام هتكون مهمة جدا 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 في إطار إعلان النادي الأهلي على أو عن بعض الأمور الهمة مبدئيا زي ما احنا عارفين بنأكد تاني تبقى اللي قاله الموقع الرسمي النادي الأهلي إن الأهلي إن شاء الله بإذن الله يوم الأربع بكتير هيكون في قرارات ده اللي تلع من النادي الأهلي يعني اللي هو بعد مطش سيراميك على طول حابها في قرارات بخصوص الفريل الأول لكرة القدم قرارات بها تتعلق بالصفقات وارد قرارات تتعلق بجهاز فني وارد الله أعلم قرارات تتعلق بأي شيء بيخص الفريل الأول لكرة القدم برحلين مثلا بانتدابات جديدة بأعارات بكلام من ده كل الحاجات دي الناس مترقبها دلوقتي والناس عايزة تشوف ايه القرارات أو ايه نوع القرارات اللي حيتم اتخاذه من قبل النادي الأهلي لكن أنا عايز أربط الكلام ده وإعلان الأهلي على أننا حيكون فيه قرارات بعد مطشلت اللي هو هيتلاقب بكرة مع ساعة أربعة ونص وما بين مطالبة الجماهير وحقهم بصراحة انهم يطالبوا لكن المطالبة دائمة يا جماعة احنا فين صفقاتنا يا جماعة احنا فين استعداداتنا لمسم الجديد يا جماعة احنا موقف بالنسبة لنا ايه فتاني يا جماعة هنعيد على الجزئات دي ونأكد عليها الأمور ماشية بشكل كويس الناس بتاخد خطوات من الورد جدا يكون في بعض الخطوات دي حسمت تماما تماما من المنطب بالإعلان القناة اللي حريكم بتشوفونا منها موقع رسمي للنادي مسؤولين بتوع النادي هناك في مقر الجزيرة التوقيت هو الأنسب بالنسبة لهم هم اللي حعلنوا من خلاله على صفقات هل ده معناه أن الأهلي ما عملش حاجة أو الأهلي ما خدش خطوات أو الأهلي ما خلصش حاجة أو كم من ده لا طبعا احنا متعودين في الأهلي دايما أن فيه تكتم شديد على الصفقات متعودين في الأهلي دايما أن مش كل حاجة بتبقى موجودة في الميديا والأمور بتبقى أو طبعا فيه ناس تكتاد وفيه ناس تعرف تجيب معلومات كويسة وفيه ناس تعرف تقول تفاصيل مهمة جدا جدا لكن دايما جمهور الأهلي يتعود جمهور الأهلي يتعود أنه هو ما يصدقش حاجة لما يلاقي الصفحة الرسمية للنادي للقناة الموقع الرسمي نفسه أي حقالات الأهلي يعلنوا بشكل رسمي يا جماعة فلان ده جه يا جماعة القرار ده تاخد كده هو ده اللي احنا متعودين ممكن لحد يقولك دلوقتي على فكرة الأهلي خلصوا ممكن كل أهلي خلصوا بس أنت نفسك ما بتصدقش غير ما الأهلي يعني احنا تعودنا على كده صراحة ودي حاجة إيجابية بالمناسبة جوة النادي الأهلي مش كتير أو مش أندية كتير اللي ممكن تكون عندها نفس الأسلوب أو الطريقة دي لكن اتطمنوا إن شاء الله بإذن الله القدم أفضل وكل يوم بنعيد ونأكد على الجزئيل زي دي الناس اللي قدرت أنها تنجح الفترة اللي فاتت وتاخد قرارات صعبة أو توقيتات غاية في الحساسية يقدروا أن هم ينجحوا تاني وقدروا أن هم يعوضوا لإخفاقات اللي فاتت ويقدروا أن هم يصححوا مصر النادي الأهلي طبيعي أعرف دول لو ناس ما لهمش رسيد أمش حيبقى فيه سقة بمنتهى الوضوء بمنتهى الوضوء لكن ما الناس عندها رسيد ناس خدت خطوات كانت مهمة جدا في فترات كانت حساسة قوي وبطولات قد كده وعيشنا لحظات سعيدة جدا كالعادة جوالنادي الأهلي فخلي السقة موجودة خليك واثق إلا لا بقى لو القرارات مثلا أو مش عايز أقول القرارات إلا لو مثلا لقيت النادي في نفس المستوى الحالي كفرقة رغم العوامل كتير جدا اللي أثرت في شعفة يبقى لك حق سعادة وفي كل أحوال جمهور الأهلي ليحق أنه هو يتابع ويكرر أمش يكرر طبعا ليكرر ده مجلس الإدارة المسؤولين في النادي الكلام من ده اللي عيبها لها دور الأجهزة في نهاية لها دور محدد واختصاصات محددة لكن الجمهور ليحق أنه يتساءل ويتابع ده طبيعي جدا لجمهور النادي الأهلي بصراحة لكن في نفس الوقت مطلوب المساندة وانتظار القرارات فيه قرارات طبعا فيه قرارات غاية في الأهمية وقرارات حتكون بتردي جدا 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 جمهور النادي الأهلي والأهم إن بعد ما الكرارات دي تطلع أن يكون فيه مساندة بالمناسبة ممكن تلاقي قرار مثلا يعني أو خلينا وضحها أبسطها ممكن تلاقي مثلا إيه قرار يتاخد من النادي الأهلي من المؤكد أن مش كل الناس هتجمع عليه إن ده قرار صح مثلا عمرك ما هتجمع على حاجة عمرك ما هتلاقي إجمع على حاجة وده اللي أكيد الناس في النادي الأهلي مدركينه بشكل كبير جدا لو عملت إيه هتلاقي يقولك لأ انت غلطان هتلاقي يقولك لأ انت بربع عليك خط الكرار الصح لكن المفروض في الآخر تنعمل إيه المفروض نعمل إيه إن احنا ندعم القرار دول الناس اللي في المطبخ دول الناس المسؤولة دول الناس اللي دارسين الأمور ماشية إزاي دول الناس اللي هم عارفين بيعملوا إيه المطلوب مش إن احنا نرضي الجميع بمنتهى صراحة بمنتهى صراحة المطلوب إن احنا ناخد قرارات سليمة بنسبة 100% أو تحاول ان انت تعمل كل اللي عليك التوفيق ده بتعربني هو ده المطلوب من النادي الآهل هو ده المطلوب من مسؤولي النادي الآهل اجتماعات مستمرة بشكل مكسف جدا جدا عشان يبقى فيه قرارات مهمة من خلالها الأمور تتعدل شوية بالنسبة ليه الفريق الأول لقرارة القدم بالنادي الآهل هل هتقول لي إن الأهل المتباطئ شوية في الصفقات لا أنا بقولك مش متباطئ هتقول لي موافقة ندية تانية بتعلم مكلم من ده سيدي اللي عايز يعلن يعلن مش النادي قال لك إن احنا بعد آخر مطلوب عندنا قرارات خلاص انتظر النادي النادي نفسه اللي قال كده يبقى انتظر النادي وانا بشوف إن دي حاجة كويسة جدا النادي يكون صريح مع جامهير انتوا جماعة مثلين مثلا صفقات مثلين مش عارفين استنوا طيب احنا خلاص بعد مطش سيراميكا لو آخر مطش الأهل في الموسم الصعب ده إن شاء الله يخلص بكرة بقى في حاجات حنعلنها لكم في حاجات حنقولها لكم كجمهورج النادي الأهل فخلاص يبقى احنا ننتظر إن القرارات دي هتخرج سواء بكرة أو بعد بكرة بالليل مثلا أو بعد حسب بقى دي حاجة تخص المسؤولين في النادي الأهل فكل الدعم لهم والمسانده ده أمر مؤكد وطبيعي ومعتاد داخل النادي الأهل يعني ده بخصوص الجزئية اللي دايما فيه سؤال حواليها خلينا نروح لفاصل سنة